هم كانوا يحضرون محاكمات مع إحدى من المحاكمات مع الواتفة خليلية الحارف منهم الأستاذ الأمم المحاكمات وأستاذ هاي أفريبار وأستاذ يتشوي لها هيئة في طوان الأستاذ أحمد طغان هاي أفريبار وأستاذ علي زوين بها هيئة في طيبار كذلك فضلقا حضر معاهم بعض محاكمات في سيمة أستاذ ميكيلي صبع هذه المحاكمات وصبع هذه الطريقة لأن نتواع الاعتقال من الطريقة المحاكمة للأخريفة سوف نقول أستاذ المؤكس بإمكاننا تجهي لديه أستاذ المحاكمات لتحول أو تطلقها ما هذا الشيء قانوني ما هذا الشيء قانوني ما هذا الشيء قانوني ما هذا النحاكمة أن تكون في التحول أو لا تفحل أخرى أو تطلقها أمراها أن تطلقها إلى أسناق ومستهى بالإرهاب بمعنى أستاذ أتشوف كم حامل أستاذ المشاكل وهذه الآليات وش سحيحها ولا مش سحيحها تانيبت كنت سمع الأساتي دار بصدرويات بصدرويات أنا تنعب لي أنا أعرف سمسوة لكن أنا أريد بنسبال حيث أن اختبخنا معاك اللول على أساس أنا كتب دار بهذا أجرت لي كلمات أنا لا أعنش نوشي أنا لا أعنش مشكلة أنا أخليتهم عملاً أنا أخليتهم عملاً سواءهم أستاذ عزيز الويبح أستاذ الميكي وأستاذ أحمد الغاني أستاذ عالدين أستاذ عالدين أستاذ عزيز الويبح وأستاذ الميكي على أسف أنهم أعطيهم كلمات مخب يعطينا الصورة الحقيقية كان كنت مخابنا في السورية أي نعنش مدخلة جاهزة وسعلي هم أعطيهم المتعلقة بالميكلية بشؤولة السياقية وأعتقد أن الأمر سيكون خشش كثير خص على مستوى مواكات كتواتل الاجتماعي أن يحق للمحامي أن يصرح أو ينشر ما ضار بينه وبين موكين وربما أحتل أنا شخصيًا مقاريات الإشكالة وكان مجموعة من التساؤلات والمتقادات على مداخلات هذه ولا تصريحة هذه الجريدة على الأمازيغين مباشرةً بعدها الذي قد بمعتقل لأنصر سبزاك لأنني حاولت ما نعطيش ما جرب إلا أنه أعتقل على أن الزيارة للمحامي والمعاينة في الانتهاكات أولى القطار لتعديم عن المتلهام أعتقل أنا شخصيًا كنشوفها غير مشهولة بمشكل غامل السيكي غير مشهولة بسيارة لأننا نحن في هذه وضعياتنا نكون أماما جرائب وبتالي يتعين الفتح دينا بالنسبة للمحاكمة لأن المحاكمة لا يمكن أن نعطيش قراءة محاكمة وكان نعطيش قراءة في إجراءات سابقة للمحاكمة لأن شروط المحاكمة العادلة تحقق في المراحل سابقة للمحاكمة مراحل الإيقاف، مرحلة البحث، مرحلة الإستماع للمشتباثين إلى غاية تقديم العدلة أعتقد أنها ستغفر لهم الضمانات لأن هذا لا تسبق لي مدام أن المرحلة بقسمه لفع مرحلة الضمانات لأن المرحلة ستغفر فيها الضمانات إذا انتهاكات الهدمين ذات من البلاغ وأنا كتبت عليه البلاغ السيد الوكيد العامي بنا لأولا المشكلة أنا كنت في قلب مستراجي إياه ما كيش ما يعطي الحق أو ما يضيحه أو ينص على أن النيابة العمان بين أدوار ديالها أنها بلاغات هذه من جهة من جهة تارية البلاغ ديال سيد وفيد عن ملك بمحكنا ديال الحسيمة تكاسي الحسيمة فيه يعني كبير لقارنة البلاغ لأن كانوا مجهتوها في البلاغ وقاموا مرجعوا البلاغ وتهام بشكل تبكيدي أنه ثابوتات ثابوتار في البلاغ تلفي المصرح هي ثابوتات ثابتين جراه التالي هذا نصف في قارنة البلاغ هناك واحد إشكال حاليا في المحاكمة هناك واحد ازدواجها في هذه القضية المعتقل وفي الكنيزة الواجهة يتعاطي معها ما بين الحكومة ولا التعاطي السياسي ولا التعاطي القضائي ولا القانون إلى جهة التصريحات الأغلبيات في البداية كانوا أنه تتخرجوا التصريحات تخوين المشاطع ديال الحرب ومن بعد التعاطي والحدي الآن لا يسرون على أن هؤلاء يعني يقودون احتجاجات سلمية ويطالبون بمطالب اجتماعية واقتصادية وتخافية هذا هو الموقف اللي يغصون عنه ولكن إلا رجعتوا التهام الموجهة التهام الموجهة ما شدتوا حسنتوا وجهشتوا مكن الموضوع للتحقيق ستدخل في التخوين وتيعكسوا 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 الموقف الأول للأغربية وتيعكسوا لنا الإطار أو الملحة الذي ستسير فيه المحاكمات لمحاكمة ديالتخوين ومحاكمة ديالتخوين يعني إطار يعني تشيرتوها ديالتخوين ورجعوا الكانون الجينالي بالفصول لمعرفة الكانون وتضعف واحد السياق تاريخي معياد تضعف صروات الرصاص ورجعوا لباحيهم للنصوص على المسط قليلا تنظروا قليلا تحكموا الناسبات تهم ديالزعزعة الأمن الدولة وزعزعة أولاء ديال المواطنين الدولة المسط بالوحدة الترابية تأمور تلقي أموال أجنبية لقصد زعزعة المسط بالأمن الداخلي إذن ومبالغ مالية ألفين وسبعمائة درهم سبعمائة درهم شواء جدوشي بلغدية شي صديق ديره من غولندا واعتبروا اعتبروا مبالغ مالية ديالزعز إذا التهم حاليا هذه ملاحظة ربما العديد أعتقد على أن محاولة التمروص أو التراجع على المواقف التخوينية والمواقف ديال الاتهام المشاطة الحركة بالانفصاد هذه المواقف هاد تراجع على تعبس المتابعات المتابعات المتابع من جهة المشاطة لي كلها تهم تخويني هاد تهم نذكر ديال المسط بالأمن الدولة زعزعة الدولة ديال المواطنين ترقي أموال مثل الوحدة الترابية إلى أخيره هاد تهم تخويني بالتالي الموقف التخويني قائماً وأن التعاطي التعاطي حالياً ومصر الإخدام حالياً مع المعتقالي أعتقد أنه هو تهم تخويني بالنسبة لأحد مسألة أساسية يتعين احترامها وينبين الشرط بالمحاكمة العادية ويلي كتميز المحاكمة السياسية على المحاكمة القانونية هي الكرامة ما نترجع على اختلالات أخرى هادو اختلالات أي شخص ممكن يرصدها لا شيء من داخل اختلالات خارجية طريقة الإيقاف المتهمين المواكبة الإعلامية وتشويه المعتقالين تصريحات السياسية والتوهام نوع التوهام وقال ذلك أجواء تقديمهم المحاكمة تتحكمهم مع الثلاثة تنجوش وتتقدموا مع العشية قبل المغرب إذن هادو 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 وهنا في الواقع هؤلاء الناس بزي مدني وما علموش الموقوف تهمانو الشلول لعلش روقفوه طريقة المدهامة وتفتيش المنازل خارج القطار القانوني وكي المتهم اللي سربت وطائق سربت حوائجي الشخصية يوسبي فيها صور شخصية دياله اللي مع مانشرها وكي باقي حسب التواصل معه بعد الصور وبعد الأوضاع دياله والحياة الشخصية دياله باقى يعني عند هم كارا دياله يعني عند هذه الجهات ومع مرة تنشرات وممكن تتغشر مدى مانا الصور باتنشرات أيضا ديال مسألة دياله والمسألة الخطيرة ديال الخرق وخدنا حاول تغلف بغلافين قانوني والتعطال والتخريجة قانونية هي تحوي الميل من الحسيمة للضرب هذا تهوتي مصب كارا ما ديال المتامل لأن غيت تحكم في ظروف أقل ما يمكن لأنها ظروف موزرية غادي تعذب عائلة دياله غادي تعذبوا ومع ذلك تطلقوا أو مغسون اقتررانهم يباتوا في الرباط ومع ذلك يمشيوا العائلة ثم أحضروا في المحكمة ويحضروا أخرين وارتقلوا العائلة ثم لا يحضروا يجيوا وحضروا معهم أيضا حتى الزيارة ديالهم في السجن ومع صعبة العائلة يجيوا وزورهم في السجن والتحويل تعمدوا على مقتضيات مدى مئتين وسبعين ومئتين وسبعين وسبعين وثنين وسبعين فعلا كتعطي الإمكانية التهادي كتعطينا واحد كتعكس لنا واحد نوعا من طريقة التعاطي مع هذه الملخ ديال المشاطة الحركة هي الاعتمال على المواد وتفعيل هذه المواد وكتنقلوا الملخ من الحسيمة يهربوه للطالب يضع متين وسبعين 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 كتعطي إمكانية النيابة العامة إمكانية إحالة الملخ لمحكمة أخرى بطلب المواكي Thankfully مثل محكمة الهنان معنية، محكمة سماء والسلماء، أو الوكيد العام بمحكمة النقد، وفهد الوكيد العام بمحكمة النقد، ونطلعت على القرار بغرفة الجنائية بمحكمة النقد. النص فيها على الحالة تكون من شأن المحاكمة أنها تمس بالأمر العمومي، ويتم الإحالة مع احترام حقوق الدفاع. إذن هذه الحالة في احترام حقوق الدفاع تتناقض مع تصريحات بأن محاولة تسويق الحرك على أنه سلمي، هذه احتجاجات سلمية ومطالب اجتماعية، هذه عادية. إذا كنت تقول عادية، إذا كنت تقول حالة الحرب، هذه النصوص تضعه، أشنو السلم؟ تهديد السلم، المحاكمة تهديد السلم والأمن العمومي، هي المحاكمة أشخاص في حالة حرب أو أشخاص يخبرون السلع ضد الدولة، أو أشخاص أو عصابات تهدريب أمد للدولة، ومحاولة الخوف من اقتحام المحكامة وتهريب المحتقلة. هذه المحتقلة تضعه منصوصها له. لا يمكن أن تشخص الناس في حتجاجات سلمية، وفي السوق تستاند على مقتضاية الباصل المائتين والسويتين والسبعين، تتعطيق أمود، تتعطيق، وتتعرض الملف من السلم، أعني أعني أني إنه ضي ملياً تقول الأن أو هذا. أستاذ، هذا سؤال، أغلب السياسيين، أغلب المواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامي، يقول لك أنه حرك سلمي من أجل مطالب مشروعة إلى آخرين فأستاذ أبو شوي، أين تكمل إذن الجريمة؟ فين هذه الجريمة؟ يعني لأساسها تتفقل الناس وتتفقلوا وتتحكموا الآن أولاً أشكركم على هذه المبادرة الطيبة كما نشكر الحضور الكريم وبالمناسبة طبعاً نندد بهذه الاعتقالات الاعتقالة بالمشاطع الحرك الشعبي بالريف وكذلك المتضامنين من مختلف المدر المغربية وبالمناسبة كذلك نندد باعتقال الأخ المناضل صدروي طبعاً بريس صدروي الذي باعتقاله فقدنا مناصراً وداعماً كبيراً للحرك الشعبي في الريف ولمطالبه المشروعة حقيقةً هو أنه كل متتبع الحرك الشعبي في الريف يتسائل يعني أين تكمن الجريمة؟ ما هي الجريمة؟ أين تكمن هذه الجريمة التي ارتكب النشاطة الحرك الشعبي في الريف؟ هل الأمر يستدعي هذا التجهيج للقوات العمومية لمختلف من مختلف المدر المغربية؟ لدرجة أن نحتم محاضر تكشفوا حقيقة استقدام القوات العمومية من مختلف المدر وهذه المحاضر تؤكدون ذلك هناك استقدام ضربدة، ربض، تمارع، سلة، مراكش، خريقة، فاس، مكناس، ناظر، تازا، تطوان، طنشة معظم المدن المغربية تم استقدام القوات العمومية الخاصة تدخل سريع وقوات المساعدة وتم تكديس مدينة المساعدة يعني أي زائر لمدينة الحسيمة سيراه كأنها مدينة تعيش حالة طوارئ حالة غير عادية، محاصرة، خيام، خيام لقوات التنخل السريع، لقوات انتبهة الشغل، للجيش لأول مرة نرى خيام ديال الجيش في الشوارع هناك أكثر من أربعة ديال المخيامات موزعة على مدينة المساعدة والإقليم أحصيت في مخيم واحد ما يزيد عن تماتين، تمانون خيمة من حجم الكبير هناك الخيام التي هي واضحة باللون الأخضر، هناك الخيام باللون البني، هناك الخيام باللون الأصفر وكذلك هناك خيام أخرى، بالإضافة إلى ديال سياق بعض مؤسسات العمومية وفي الثاكنة لدرجة أن مدينة حسيمة أصبحت وكأنها ثكنة للقوى العمومية وثكنة للجيش، ثكنة كبيراً بحيث أن هذا الحصار يبدو أكثر ويتجلى أكثر بالليل، فمباشرة بعد صلاة المغرب تجد أن الشوارع محاصرة لإنزال قوى العمومية وهي في حالة استنفار مزودة بالخوذات وأدوات القمر، ويتم تأكد من الهوية، وكأننا نحن نعيش مدينة الحسيمة أو إقليم الحسيمة، وكأنه مدينة من كوكب آخر، أو كأنها مثلاً مدينة ليست بمدينة مغربية حقيقة نتسائل، يعني ماجد وقلي هذا الحصار، طبعاً يعني للإجابة على هذا السؤال، هو الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى نوع من التدقيق والرجوع نوع الماء إلى الوراء حيث نعلم جميعاً، نعلم جميعاً بأن الهرب الشعبي في الريف هو انبثق من المعاناة، من المأسات، من وضعية الفساد، ووضعية التي تتسم بمخالفة للقانون لإقليم الحسيمة، ولمنطقة الريف، وكذلك حتى المناطق المغربية الأخرى على اعتبار أن الريف لا يعتبر السبنان، ونحن نعلم جميعاً بأنها نفس الوضعية التي تعيجها من طاقة سبيل، تعيجها باقي المناطق المغربية إلا أن وفاة مقتل محسن فكري وعملية البحث التي بحثنا المسؤولين وعادلون بأن البحث سيأخذ أقصى مدى في حين أنه تم الاقتصار على أقل ودائرة مغلقة ضيقة جداً جداً والوصول بالبحث إلى أبعد مدى، والوصول إلى المسؤولين على مستوى الإدارة المركزية، والمسؤولين الذين لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما حدثت طبعاً الحي الزمني لا يسعفون في التطرق لجميع الخلفيات الحراك وكذاً نحن نعلم جميعاً بأن الحراك العفوي انطلق من الشارع بشكل عفوي، وكانت لديه مطالب محدودة جداً 21 مطلب لا تسعف لا في وصفه لا بالانفصال ولا بخدمة أجندة خارجية ولا بتهديد التراب الوطني بالعكس أن هذا الحراك الشعبي الذي التفضى حوله جميع المواطنين فيهم من مختلف الأعمار، النساء والأطفال والشيوخ والمثقافين الأساتي داود بما فيهم كذلك احتفظ الزملاء المحامون والمثقافون والتجار والطالبة جميع الموحاظين الشعبية لأن طبعاً كان ضرورة التمرد على الوضعية التي أنتجت الشاهد محسن فكري حتى لا ليكون هناك مجموعة من الضحايا الآخرين خاصة أن الطريقة التي توفي بها محسن فكري خلقت نوع من ردة فعل كبيرة لدى المواطنين وكان سواء على مستوى منطقة الريف أو على مستوى الوطن ككل ومغرب ككل بحيث رأينا مجموعة من الاحتجاجات على مددد التراب الوطني مباشرة حراك الشعبي خمس شهور وقد تشرفته بالحضور في بعض المسيرات الاحتجاجية خمسة أشهر لم يشجل ولو خدش واحد لم تشتكي كان يشارك فيها النساء والأطفال والشيوخ لدرجة أنه وصلت في الدكرة الأربعين حوالي مئتين ألف مشارك ولم يشجل ولو خدش واحد ولم تكسر ولو شجاجة واحدة ولم تقدم أي شكاية خمسة طيلة خمسة أشهر بعد ذلك جاءت المقاربة القمعية عندما تدخلت المقاربة القمعية بدأنا نسمع أن هناك فلتات وأنه تستعمل العمليات التخريب إلى غير ذلك هذه العملية بالقمع ربما قد تعطي بعض الفلتات لأن الإنسان يطالب بحقوقها المشروعة والدولة تواجهه بالقمع إذن شيء طبيعي أن يكون هناك رد الفعل لأن فيها نوع من الإهانة أن عندما أطالب وأحتج وأفعل حقي في الاحتجاج السلمي والدولة تواجهني بالقمع سوف لن أستسلم سأقاوم بالأساليب السلمية ولكن كإنسان يمكن أن تكون هناك بعض ردة الفعل الطبيعية وبالتالي نحمل المسؤولية لما حدث بعد تفعيل المقاربة القمعية للحكومة وللمسؤولي الأمنيين إذن رأينا بأن الحكومة بدأت تتخبط تجاهل فهذا التخبط كتتتويج لهذا التخبط جاء ما يسمى بصريحة بالحكومة والأحزاب الأغلبية المكونة للحكومة فاتهمت الحراك بالانفصال والعمل لأجندة خارجية وبتديد لوحدة الترابنا طبعا عجزت عن إثبات ذلك فأرسلت وفد وزاري بشكل يتناقض مع التصريحة أنت تتهم حكومة والأحزاب المكونة الأغلبية للحكومة تتهم الحراك بالانفصال وبعد ذلك تبادر بإرسال وفد وزاري متكون من سبعة الوزارة هالسبعة الوزارة ماذا فعلوا؟ بدل من ملامسة الجراح والاستجابة والفتح الحوار مع المحتجين عقدت اجتماعات داخل العملاء مع من؟ مع المنتخبين ومع أعوان السلطة الذين لا علاقة لهم في الحراك المنتخبين والأحزاب السياسية غير ممتلة في الحراك وكذلك أعوان السلطة غير ممتلة في الحراك وبتالي مهمة الوزارة كان محكم عليها بالفشل منذ البداية إذن بعد الفشل الحكومة لكي تحافظ على ماء الوجه ولكي تثبت عدم صحة مزاعمها بالانفصال والعمل للأخارج لجأت إلى تطبيق ما يسمى المقاربة القمعية والاعتقالات وقمع المتظاهرين في الشارع والاعتقالات هنا جاءت هنا نتسأل عن التهمة التهمة أنا صراحة أقول وأقولها دائما كمتتبع ويشرفني أن أشارك في الحراك حراك شعبي سلمي حضاري ويعطي صورة يعتبر بمثابة مدرسة في النظام السلمي الحضاري والآن ما يحدث نسمع بعض تقارير عن وزارة الداخلية أو عن الأجهزة الأمنية يقول بأن هناك تخريب وهناك دامان يتحمل المسؤولية تتحدثون عن التخريب وهناك صور الفيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والحمد لله ونحن نعيش في القرن 21 هناك ما يسمى بالإعلام البذيل هناك تتبع الأحداث على المستوى المباشر بحيث لم نعد حتى الإعلام الرسمي فاشل بعد فشله في التسويق ذلك الصورة النمطية والصورة التي يريد أن يخلقها على الحراك بعد فشله وتكسير هذه الصورة النمطية من طرف الإعلام البذيل المشكورة اضطرت إلى بدأت الآن تحاول ما أمكن التقره من الحقيقة وإن كانت طبعاً نظام المراقبة والراقبة وقص المراقبة يمنعها من الوصول إلى الحقيقة هناك القوى العمومية التي تقوم بالإضرار بالممتلكات الخاصة وهذا تثبيته الفيديوهات والصور المنصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنقل المباشر رأينا في إمزور القوات العمومية تقوم بتكسير الأبواب وتكسير الممتلكات الخاصة وترويع الساكنة والأطفال والنساء في منتصف الليل وفي الواحدة صباحاً ولا نرى أي أثر محتجين وهذا تابت هناك كذلك استعمال غازات مسل الدموع من ضمنها منتهية صلاحية استعملات هذه الأطفال نضطر أن نقف سؤال إذا كان غاز غرب عمس هذه التوطئة كبيرة إذا كان سؤال يكون مختصة سوف نضح سؤال جريمة كخلاصة مهما كانت نتيجة تحقيق مهما كانت نتيجة المحاكمات أقول نحن لسنا أمام جرائم لسنا أمام ملفات وجرائم هل تتحقق فيها العناصر المدية؟ هل تم الفعل؟ هل قام بالضرب أو لم يضرب؟ هل قام بالصريطة؟ هل هناك تعديد لوحدة التراب الوطني؟ هل هناك زعزعة لولاء المؤسسات؟ لا، الحكومة هي التي تقوم بزعزعة للمؤسسات من خلال عدم استجابة المطالب من خلال عدم خلق تنمية حقيقية للمواطن وتنمية الإنسان بدل من تنمية الحجر وخيراً على ذلك أننا نحتلهم مرتبة 123 عالمياً أليس هذا يدل على أن هناك الدولة والحكومة تزعزع للمؤسسات من خلال عدم ابتعاد عن استجابة الحقوق وخلق تنمية حقيقية أنا أقول بأن حالياً اعتقالات سياسية والملفات سياسية وكذلك مهما كانت وهناك تسخير للقضاء كما حدث في سنوات الجمر والرصاص في المقاربة القمعية وقد أثبتت هيئة الإنصاف المصالحة أن القضاء تورط في الانتهاكات الجسمة والآن يتورط في المقاربة القمعية المتبعة من طرف الحكومة وهنا يجب أن يفون القضاء حكيماً وأن لا يتورط بهذه المقاربة القمعية التي تخدم واحدة فئة قليلة جداً من المسؤولين لا تريد الخير للبلاد ولا تريد أن تتحقق مقومة دولة الحق والقانون وتستفيد من اقتصاد الريع والامتيازات ما يسمى بخدام الدولة وتريد بقاء المغرب كما هو على حالته في وضعية النار وفي وضعية الاقتصاد الريع ولا تريد أن تتحقق مقومة دولة الحق والقانون وبالتالي تسعى بجميع الوسائل عن طريق القمع وفبركات الملفات والاعتقاد ذات سياسية لقطع الطريق أمام كل حركة احتجاجية سلمية تهدف إلى تحقيق مقومة دولة الحق والقانون والدفاع عن حبوق المواطنين وتحقيق تنمية حقيقية شكرا شكرا من خلال المداخلة سيتضع بأن ابنائي كنا طمعا نتوص عنك بسات عدد روب لا سؤالي ياري سؤالي ياري هو أنه ما ممكن أنه هذه الأغلبية حكمية لصبحات لأن هذه الحركة قولا نشطاء الحركة الفصاليين وهذا تهما تهما هذا المسؤولين يصرقوا بهذه التهم وما كان يحتاج إلى ذلك ما ممكن أنه هما يتحكمون على هذا القول اللي هما صرقوا بهم واللي أدى إلى جيج يعني الحراق المغربة كاملة هذا ليس يعني واحد وسيلة اللي ممكن أنه يعني يتحكمون بها أنهم يتحكموا ويتحكموا يعني هذا واحد يعني 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 يتحكموا يتحكموا جائزة جائزة وانا بخير أنا جيت مستملة ملاحية وليساعد يتحكموا لكن تظنوا هذا أهمنا وكذلك كنا حملنا هذا أه أتحكم لكي يجعلني نرطب واحد أخر هو أنه في سنوات الجمر ورصاص كانت دولات تدريكو وترتكبوا وترتكبوا تحقيق أخوات خلصة وفي الضرار ولعل لا تقرير بغير الإصطة المصرحة ولا تتوسيا كلها تتنبه منها بالحقيقة ومعنا شعور المغاربة نحن الآن في هذا الحراك تنعيش وإدهاكات جسجة ملحة بصيغة أخرى بمعنى أن الدولة تعلن على أن تنتهك حقوق الإنسان أن الدولة تتعلم بكونها مستعدة لأن تقوم بخلق حقوق الإنسان في حدود شكل رسالة بدعا إلى المجتمع ومعنا نعطينا مداجة لأن كيفية إلخاء القرض وكيفية التعامل مع المشتبات وكيفية التصوير وكيفية النشط الصور ونحن نعلم جيدا لأنه صعب أن يصل لشخص عادي إلى تلك المحضة من تجمع التصوير هذا إذا النشط هو إرادة الدولة ومعنا بإرادة مزارة الداخلية وبتوضع وبغض الضرف من طرف القضاء ومن طرف مليا بالعامة وهذا سؤال لماذا الدولة أعلنت على أنها مستعدة لخطة حقوق الإنسانية للشكل وضرب حقوق المشتبات فيه وضرب لا قرون مسترجم طرق الشعار المدوق ضرب لا القاومة وطنية ولا التزمات الدولية ولا مقتضيات التسطور لا يتعلق بحقوق الإنسانية أو كل مقومات المحاكمة العادية إذن هذا السؤال هو أمر طب السؤال هو لماذا تجرأت الحكومة في وضعين انتهى من الوضع في 1917 والمغربي يعني ما حالة عادية وطبيعية على مستوى السياسي على مستوى الامنية على جميع مستويات حراك السياسي بكل مقاييس السياسي وبتدوات الدولة أو الحكومة بواسفة أرنبيتها توجد اتهاماً خطيراً لجهة بكاملها ولهوية تقافية محددة ومجالية وتوجد اتهاماً بهذا الحجم المزورة وليس هناك ما هو أخطر من الابتهام بكاملها 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 من بيناتهم سوف تقولون ما هو الآن ما هو رسالة على أنها مستعدة للتراجع على كل المكتسبات وضرب في مقتل ثلاث وصليات دينايات إنسان ومصلاحات وانطق وقصاص من حراك عدد 20 فبراير وما جاء به الدستور من مكتسبات على كدحان مرتبطة بحقوق الإنسان في دباجة ومثل الدستور إذن هذه الرسالة الأولى الرسالة الرسالة الثانية هو أنها الرسالة الثانية هو أنها تريد أن تعلم على أن جهة معينة أو جهات معينة قد أفلست سياسياً ويمكنها أن تقول ما تشمى ما يملى عليها وما يتمه توجيها إليه وبالتالي أنه الأحزاب الأغلبية ما كنا نمتظر يوماً حزباً من الأحزاب وطنية الكبرى التي أعطت للمغانب الكثير في سنوات الرصاص وأحزاب التي كانت الفضل فيما حققها المغرب أن تنقلب 180 درجة وأن تجعل من احتجاج سلمي ومن حركة وحراك لضالي حركة انفصالية هذا أيضاً رسالة الثانية وأن المجرسين يريد أن يقول أنها دولة مستعدة للتراجع واحد هذا مستعد لأنه الحزب السياسي أو الجانب السياسي قد أفلس وبالتالي ما هو الباديل وما هو الممكن في المستقبل وماذا ربما سنجد أجوبة وقارب العاجل سنتلقى أجوبة على هذه أسئلة بصيرة أخرى بالنسبة بالنسبة الأساسي أعتقد الأساسي هو الجانب فيه الشق السياسي والشق الحقوق القرن وأعتقد أنكم كنتم موفقين في اختيار المضمون عنوان المدول وأعتقد أنه الأساس والمحور والجمرة المرمية الآن في حجر الدولة وفي قلب كل الحقوقيين في هذه البلد للأسف أرجعنا للمصيبة كاريتة فرق هو أنه عودنا إلى الكون معضل بالقضاء التالي الذي يختار أكبر مشكل اليوم هو مشكل للقضاء لماذا؟ لأنه كانت حظ لحظة أنه القضاء والجري وأصبح يدافع عن استخلالياته وأصبح يتمسك بمقتضيات الدستور ويتمسك باستقلاليات القضاء ويتمسك باستقلال نيابة العامة عن وزارة العدل القضاء بنفسه كسلطة تنازل عن فرميه السلطة وانضم إلى خدام الدولة مطوعياً في خدمة صالح الدولة هذا الجانب الأول الجانب الثاني أنه القضاء لم يتحرك ولم يتحدد بنفس الحباس وبنفس القوة التي كان يتحدث بعد الباب كان يتحدث عن ذاتي وعن همومه الصغرى الذي تبين الآن على أن همومه صغرى جداً لا علاقة لها بالوطن ولا علاقة لها بالحقوق والفريات جانب الثاني هو أنه ربما إذا كان لدينا درس من هذا الحراك أولاً هذا الحراك أنه أخرج المغرب من سوباته وكشف لها حقيقة عارية وبدون مكياج من الآن الحقيقة المغرب كشفها من الحراك كأن المغرب يستغيت من خلال هذا الحراك على أنه ماذا يجب فعله لكي لا يتكرر ما سبق الوقع في المغرب في سنوات الجمالية والرصاص وأعتبر بأنه لحظة الإشارات ما حدث اليوم سيكون شابهة في جزء منها جزء شابهة بما كان يحدث وما يقع سأقول أنه لا أصدق بأن هذه الصورة لا أصدق ممكن تكون حقيقة فعلا أعتقد أنها مفبركة وأنا كنت أتمنى أنها تكون مفبركة ولكن للأساف أنها وقعت في المغرب وحددت في مغرب وحددت في دستور متقدم ولكن الآن بأنه مجرد واجهة دستورانية شكلية لا قلة ولا أكثر لذلك ما أعطنا أيضا هو أنه أخرجنا من سوباتنا وأعطى إشارة لما يطمئن على أن المغرب يسير في مساء التقدم في مجال المغرب على أنه الآن لا أسف لأن نحن الآن ملزمين باستحضار روح العدادة الانتقالية المغربية ملزمين باستحضار نفس الظروف والشروط وتحت نفس النضالة التي يجب العقل للإصالة والمصلاحة والتنسية والزخم والفكري والترطة الحقوقية التي يحقون غربها بالنضالتهم والدماءهم والحرية من نساء ورجالهم هذا الحراك يمكن أن يذهب في أي محضة والحراك على عليه إذن أعتقد بأن من الخيمة الجريمة المحاكمة العادلة لا يمكن تحدث عن المحاكمة العادلة أنا حضرت في الحرس مثلاً وترحوا مجموعة هذه القضايا المتحدثة بالتعديد وكيف الجواب عليها القضاء نقول أن الحراك للحراك للحراك هو حراك جميعاً من تحيير لكل المناظرات والمغارب والمغارب والمساعدة لهذا الحراك نبهنا لأن المغارب في محتاج من جديد إلى إرادة النفس من المغارب التي كانت تتبع بجزء كبير مبارد سيد 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 وش دخلات معايير محاكمة عادلة أقصد سأنا هاد محاكمات محاكمات سياسية واتقالات سياسية لهم شنو هما هاد معايير يقولون هاد محاكمة عادلة ولا ماشي محاكمة عادلة أستاذ أميكي شكرا لك أستاذ الشيخ شكرا لك شكرا لك وطبعا مهم جدا لقاءة هذه تنفيذ تداول المعلومات أو تداول بعض وجهات النظر لعلها تساهد الإغناء من خاشطنا وحساس وخطير جدا كيهم المغرب الحديث وسيكون لهما بعد أن الموضوع في عموميته كما وقع وكما توجدوه أن الإطار من حدود ديالوك في الإطار الدستور هو المتالفة بحقوق اقتصادية اجتماعية معنق وتقافية المآلك السابقة كانت تحدثوا على جيل آخر ديال الحقوق حقوق حرية الشعبين حقوق سياسية لكن بعد محاولة تجاوز الموضوع ديال الحقوق والحرية جاء الجيل الجديد ديال الحقوق حقوق ديال ما بعدها هذي الألفية اللي كان عيش فيها وهي الحقوق الاقتصادية حقوق الاجتماعية حقوق التعقفية حراك ما ذكروا الإخوان وعلى حسب الشعار للطفعات النظيمية هي حقوق اقتصادية لكن السؤال وطبعا طبل ما نجاوب على السؤال ديال سادة أمينا حين احنا واش خرجنا الى الجيل الجديد او من الأجيال اللي الناس يدخل عليها في الأجيال ديال الحقوق الإنسان اللي هي الحقوق اقتصادية وثقافية وحقوق البيئية واش خرجنا من الجيل القديم باش ندخل الى الجيل او اللي واش كنا مهيئين اظن ان هاد الموضوع كي يجعلنا لن نرجعو ما قبل الوفاد محسن فكرة شنو كان نوضع في المغرب بصفة عامة واش كانت القمور عادية ووجدها بالواقع المحوم فكري او اللجل وما بعدها وعاد جدها تلك انفجرة كيف الاسباب الحقيقية انه واحد حاجة فوقش كتنفجر فجهتها رغمك تنفجر الا لوجود تراكمات ديال سنوات ديال سلوكات شنو كان في المغرب بصفة عامة وكان ذكروا جميع انه في المناطق ديال المغربة ديال الريف الان باينة من اسباب متعددة ولكن هالشراكين في المغرب كان الاخوان كيدكرو ما وقعه في سيدي اثني في إطار المطالغة للحقوق الاقتصادية الناس كيدكرو ما وقعه في تيزنيك ما وقعه في الان تضامن على الصعيب الوطني مع حراكري تضاهرة كانت قبل ولكن كانت في مطالب اقتصادية مثلا نعطي كونسوس الوضعية في مواجهات المياه والغابات التي كانت تستولي بدولة الاراضي ديال الناس وكانت متزعها منهم وكانت ترد عملك مخزانية بناء على الشريعات التعمارية الناس كانوا في مواجهات بالنوع من البلطاجة ديال القبائل أو لا وحد الفئة ديال المتاجرين المستمارين في مجال ديال الابيل كيعتديو الأراضي في المطاقة ديال والاشتوكاء ايتباه كيجيبوا الابيل كيحكل اقتصادية كيحل جال أشجار ديالهم كيحل جال التاراوة كينسوا بعد يوم الخمسة إذن كان احتقال الناس كانوا في الواجهو كانوا كيواجهوا بإحتجاجها كيهزون رأي المغري كيهزون رأي المغري كيهزون رأي ويهزون على الصورة المالية كيهزون رأي المدرس أرضية ولكن من يسمع والحق والحملان استمر في هذا الجانب ديال سطوة الدولة لحقوق الاقتصاد يد الناس وفي مقدمة يد الحق في الأرض إذن هذا الحراك اللي هو موجود في الريف علاش لقى التجاوب كتلقوا موقفت باستمرار في تيزنير كتلقواها في أقادير كتلقوا معتقلين أخرين أو لمواجهات أخرى بشكل آخر ولكن العنوان ديالها هو وجود فئة مستبدة تريدوا الاستلاء على الحقوق الاقتصادية الاستلاء على التروة ديال الناس ولا ولا أحصل حقوقهم بغيت نقول لكم مثلا على التسهيمة الواقعة ديال محسن فكر الله يرحمه الناس كيحتجوا وكيحتجوا سلميا ولكن الأسباب ديال هدك اللي كانت تذكروا عليه منين جاهد؟ منين جاهد؟ منين جاهد فقر؟ للناس اللي اللي تشغيل مكينج مشيغي تشغيل مكينج الأرض ديالك إلا بغيت تستغللها في الإقليم ديال الحسيمة رهما تستمرش فيها رهما يمكنك استمر من الحسيمة أو من نادور أو من شفشاون أو تازة أو غيرها يجيب استثمار دياله من الخارج ويستثمار فيه لأنهم اللي غادي يجيب استثمارها يقول لك الأرض ما ديالكش قسك جيب الترخيص بواحد شهادة إدارية بأنها لمك ما شي غاباوي فهذا الوقت هذا فاش كان الحركة السلمية ماذا واقع؟ فهذا الجواني بي ربما ما تتركزش عليها كثير هو أنه مثلا نعطيكم غير 200 في الجريدة الرسمية ديال 29 ديالجانبير 2016 6530 كيصدرو 18 مرسوم هذا الشي في الوقت اللي كان كان نسمحو أنه كان ما يسمى عرفة إعلاميا بالغلوكاج ديال الحكومة الحكومة مكينج وحد عدد ديال الوزراء تم الإعفاء ديالهم لأنهم تضعوا في البرلانة في إطار هذا الشكل ديال الحكومة رئيس الحكومية الله عنده صلاحية ديال شكل الحكومة ولكن كتخرج لي 18 مرسوم في جريدة رسمية واحدة شنو فيها؟ هو أن غير على الإقليم بالحسيمة الإقليم بالحسيمة كيخرجوا 18 مرسوم كي يقولوا هذا المرسوم كيتعلقوا واحدة عدد ديال الدوائر فيها كتامة، بني بوفراح، ترقيست واحدة عدد ديال القيادة ديال المرسومة كلها يقولوا ديال الأراضي كل هاللي هي للناس عايشين فيها لأنها ديرهم ودير جددهم وش حال تقتلوا عليها تقتلوا مع سلطانية تقتلوا مع تحالفوا مع مع شنو فإذا به يعلانوا بمقتضى هذه المراسيم أن جميع هذه الأراضي تصنف بصفة نهائية ملكا غابويا خاصا للدولة هذا الشي رسمي بلا ألالي ما معنى أنه ملكون خاصا للدولة؟ هو أنه ملك اللي تدير فيها لوزين ولا شاركة ولا معمل ولا حتات بني ضرق أو لا تدير البحيرة ولا تدير الدرق ولا تدير الشجر فإلى اللحظتي الإذن هذا النوع هذا فهذا الأجواء هذا الشيء تتسنى من هذه الناس هذا اللي خشو غير في هذه الولايات ما هي توقعها السياحة للإله من كيرام رئيس الحكومة ما عرفتوش ذي لتصريف الأعمال والذي يفتح لين الحكومة؟ وكانت نشر من البعد وجد من أقاليم أخرى كانت ضغل واحد من مجموعة دي المراسيم أخرى اللي هي تصبح لنا المجموعة دي الإقليم بالحسيمة 32 مرصوب فهي 55 ألف هكتار توصلنا فعلا عنها ملك الدولة وإلى ملك الدولة شبقى لهذا إذا علاش؟ لأنه ما غادش نتذكر عن التفاصيل فيما بعد إذا البحثوا على الأسباب لنا هتشي فوقاش غادي يجي تعال فوتوا هذي ديال نديروا السبيطار ونديروا الكلية ونديروا هذا أي وفين من يغي يجيوا الناس اللي نديروا السبيطار وتصنوا الناس التي مرضوا كيفاش غا نديروا فاش ما يمرضوش؟ كيفاش غا نديروا هذون اللي غا يوصول الجامعة كيفاش غا يقرأوا إذا هذا النوع ديال سياسة هكذا لأن هذا الموضوع فيه شمولية وكي يهم المغرب كامل حالة دي الحسيمة ديال سياسة ضمنوا مع هالناس اللي نقوا فيها رصهم كلهم تاهم كي يتولروا عنا ما عندنا كي يفتحنا مع النش تحنا مع النش تحنا مع النش بطارك تحنا مع النش مدراسة ولكن كي يوضف هالس البيان هذي الأسباب هذي كتجعلنا أنه نتطلبوا على الأسباب الحقيقية لمعالجة إبداع أما هاد الشي اللي كنسلحوا هو مجرد أعراض أعراض المرض ماشي هو المرض منين جاء المرض هذك غير لنعدام الجامعة أو لو نعيج وجود المرض السرطان أو غيره أو من انتشار البطالة هي أعراض أمراض ولكن في سندينوتش في قلبها الحلول المرض ومنها احترام حق الناس في الحقوق الاقتصادية وفي مقدمتها الحق في الملكية إذن هذا الجانب اللي بغيت نتحروم معكم باش تكون الأول كاهم من منتقد الريف كامل أنا غير جد هذا ربما اختنع فيها نقطة نقطة قراء اللي هي خطيرة وخطيرة جداً وهي سابقة ربما في القضاء المغربي وشاربها المقدمة وهي طبيعة المحاكمة لكينا الآن في الضربة الأفعال في الحسيمة الأشخاص سكنين في الحسيمة إلقاء الضرب في الحسيمة الوضع الطبيعي هو المحاكمة في الحسيمة ولكن الوضع الاستهنائي بيئي في إضافة 271-272 على حسن اللي تقال هو أننا الآن أمام محاكمة استهنائية المحاكمة العادية عنها قواعية من اللي كان خرجوا عن القواعيل العادية كان دخلوا لمفهوم الاستهنائية إذا المحاكمة الاستهنائية اللي تبنات الآن هنا كيبهر للدفاع المسؤوليته هو أنه تم اختيار ضربة كمحكمات استهنائية الاستهنائية طبعاً عنده حدوده وضوابطهم اللي كانت قراءة الفصل 271-272 عنده ضوابط محدودة ومرتبط وش مصبت بالواقع وش ملف واحد أنا ما عنديش تفاصيل كافية وش ملف واحد لكل أولادوا كل كيجيوا كان عاودوا نزيدوهم أليهم أولا أن ملفات لأشخاص ولكن كيكونوا أرقام مختار وكيجمعوا أخطر من هذا الشيء هو أنه قرار حكمات النقد باعتبار أن محكمات استهنائية ولكن هذا قرار للغرفة حكمات النقد كان قبل ولكن شيء أخر نعم إذن هذا القرار وش كيهما قدره أو ما بعدها شكون طلب هذيك شكون طلب نقاش وش يطلب هالواكين العام قبل ما تتحل الميف وش طبيعة استثنائية كنجيبها من الواقع شنه هو هالم فهم الاستثناء وفهم الأمن العام إذن هذا أنه أخطر من هذا الشيء هو الخلقة من المدة تسعيد وخمسين ديال ديال أنه السياسة الجنيئية بشكل داخل على مستعول استناف هو الواكيل العام ولكي 실inee الأفعال التي وقعت تقديرها في أطر السياسة الجنائية هي الوكيل العام في الظنجر ولكن كيف لو المقاربة من الوكيل النجر physical والسياسة التي تت bem Destiny اكثر ولم ديال س Aaron الطبيعة الاستثنائية هنا ان يتحمل فيها القضاء ولكنالقضاء يتحمل مسؤوليته نحن كنا نعرف كمحامين أنه الدفاع هو الأول لتحمل مسؤوليته لأنه باشي وضع القضاء في الصورة هو أنه من لغة الملتمسات التي تجرى فيها الحقيقة الآن واش نزعنا في الاقتصاص المحلي واش ما نزعنا باشي يقول لنا القضاء بدرجاته على أنه فعلاً المسطرة الاستثنائية إذن هذا الموضوع عندي جزء موضوعات الحسابة اليوم عن هذه الحكمة قابلة بجزء موضوعات تقريباً وهي أولاً آمن إن طبيعية الإستثنائية للمحاكمة سكان يا إستبانيوا ما نزعنا ذلك بحل نحكمة الأستثنائي موضوعات تحت Skip Point وهو نحكمة الإستثنائية مستدامة history جميع قضايا الإخoute المحدة الاوفارمام المدفعش فهي تكتمكن المحكمة الإطلاق إرتباعنا نحكمة الأحAr bzw. Winning مدفعنا في السلطة المهات الإستثنائية etlan ما نقةش في الوضع ظوابط المحاكمة العاديدة لما مرتبته بالشخص بوحده ومرتبته بالشخص ومرتبته بالعائلة دياله وبوليداته وبخوته وطبعا بالمحيط دياله إذا ضمانة المحاكمة العاديدة كده اللي هي المعركة الكبيرة اللي قصد الدفاع هكو يذهب بمهنية لأنه الآن طبيعة الشيطنائية قصنا صحرا واش كانت طوعون عند المجال الاغتصاص واشنو قال استيناف شنو قالت المحكمة نقضون راكموا لما بعده ولكن طبيعة السيطنائية كذلك الصف معركة قانونية ثم القضية ديال المحاكمة في حالة صراح في إطار المعايير اللي قررتها المسطرة الجنائية اللي كتحدد الاعتقال واش بناء على خطورة الشخص وخطورة الفعل وإلا ذك المجهودات كلها اللي بلنا ديال والمسار ديال ما بعد ما قبل الدستور وفتسعينات ودولة الحق القانون والمسطرة الجنائية وفتسعينا مبادئ ولكن نرجعنا لمقبل لكل شرط لها لأدخلتنا لمحامد كنا نرى المحاكمة الدازو هنا في ميوس المرضى 35 كل ما مين شئني كل ما مين شئني الإخلال بالأمن العام ودجوا فيها سياسيين ودجوا فيها منادرين ولكن استثناء ديال هذي هذه موحدة ديال لماذا نفرد المحاكمة الاستثنائية في دولة يسيء لها أنها تقول أنا كندير محاكمة استثنائية بفصول موضوعات المالية على سبيل الاحتيات ولكن كتولي أنه إذا افتح هذا الداز سوف نقول لهم في المحاكمات اللي بغينا هذا حقا باش بيكونش معها بتاعاته فنضيه للشياطرة وكانت كدير واحد شوية ديال الدكا هو أنه كان خليه حتى يخرج من الدائرة اللي هو فيها كان قبطوه ونقول له ما كان إلقاء القبط ولكن الخرق الشخصي التحاكم عند القادة الطابعي دياله وفي المجال دياله الضمان ديال المحاكمة العادلة هذه أمور كلها أكيد أنه باقي الميل فيه ما يتخدم كتير ولكن أكيد أن الزملاء اللي دعين الميل وكينوبوا وانتمنى أنهم اللي كينوبوا طبعا رشاد نفس الدغري الواحد كالما عجبتني في واحد مقال دياله وأنه اللي كينوب يكلف باش يدافع على على الحقوق ديال هالكسي حقه في محاكمة العادلة حقه في التمتع ضمانات ماشي باشي يصرف لمواقيت دياله لربما قد تتعارب حتم على الموقف المعني بالأمر لأن المحامي في المادة الجنائية كي آزر ماشي كينوب شكرا 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 مرافع شكرا شكرا مرد عدة محاكمات خصوصاً في المجال أول مصابة الحديث الأمريكية وأولاً محاكمة سياسية لمحاكمة المصرومة علي سلطة أذيكو ثالي محاكمة في 1990 محاكمة مناظرين الجماعية السلطة جاءت محاكمة خصوصاً في عدوش المقارنة في هذه المحاكمات لم تكن تطور على مستوى الحقوق لم تكن تطور على مستوى المصرات لم تكن ضوء باين من خلال هذه المصر شكراً للمون بديمين وشكراً للحاضرين السؤال اللي أعطتني لأميناء في تعلق بواحد الجانب ما يميز هذه المحاكمة من الجانب الأمريكي كان مشكلة ديال السؤالة في كي ترحوا البوليس ينشدوهم كذلك ديال العماء كي ترحوا معهم مشكلة الراية ربما في أي محاكمة في تاريخ المغرب أول مرة ترحة الراية هي اللي كي يقصدو بهانة الرمز الوطني الرمز الوطني بالنسبة لهم هو الرمز الوطني بالنسبة لهم ولكن لا يقولوا صراحة ولكن المتهمين يقولون لهم لماذا ترحوا الراية الأمازيغية مثلاً أو لماذا ترحوا الراية الريفية للراية في جمهورية الريفينة يعني هذا واحد من المميزات اللي لاحقا عنه فهذا الجانب ديال وجود مسائل أمازيغية معروضة في محاكمة وكان الجانب الثاني ترحوا هم معتقلين معنا هي استعمال الريفية في الاستنطاقات وفي البارضة زيارة العائلات ترحوا بعدنا العائلات لأن بعض حراس السيجن منعوا عليهم هدرب الريفية مع العائلات الريفية ترحوا عليهم هدرب العربية جوا نساء وأطفال من الريف لكي يزوروا المعتقلين وانترحة نسالة اللغة منعهم الحدودية وانترحوا من الجوانب ولكن فيما يقص المحاكمة فيما يقص حالة المعتقلين هي المهمة بثبت لأنه مناوح العدد ونبار كان مشاكل خطيرة لا تتكلم على الناس وهي أنه كان المشكلة الأولى هي الأمراض النفسية وغضاج ليبقى في الاعتقاد ولا عندهم تأثير على بعض المعتقلين في الحياة العصبية لهم العدد منهم صرحوا بأنهم من أنهم تعتقلوا لا ينعيشوا ويتطلبوا لي غرطاء على طريق الطب النفسي لأنه كان ممكن يتبغوا الأطباء يعني كان مشكلة أمراض النفسية خطيرة كان لما ينعيش كان للمهدد يتبغوا التحديد ذكر ذي الأنة لأنهم يتقلوا ويسروا